السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و وصفة جديدة كنتمنى تكونوا في احسن معكم زهرة من قناة زعو ديديس على غليما بنتقص معكم واحد الغذيوه ديالي اللي قدمتها في واحد العراضة بمناسبة ذكرى المولد النبوي طريقة ديالي تحضير الدجاج في الفرن بوحدة تبيلة مميزة صراحة وكتخرجنا من الدجاج اللي كنشرملوه بشرمولة العادية كذلك مع صلصة رائعة اكتر من رائعة اللي رفقت بها دجاج ديالي وطريقة ديال تقديم طبعا قبل ما ندوذو الوصفة بالتفصيل بريكم توصلوا لهذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات ولكومنتيخ وكذلك خليكم معي حتى الاخير بشوفوا الطريقة بالتفصيل فرجة ممتعة اولا سنبدأ بشرمولة ديالجاج ديالي طبعا جاج كيكون مغسور ومسقطر ليلة من قبل الغناع ديال عصير ديال الحامض اللي كيشكل واحد العامي المهم في الدجاج ديالنا ديال الحامض كيفتلي ندجاج وكيخليه طيب بسرعة غدي نضيف القليم الفلفل الاسود او بزار هدي نضيف كذلك هنا واحد المعلقة كبيرة ديال لموطاقت لموطاقت كتطة واحد البنة واحد اللاسعة للدجاج ديالنا جد رائعة غيا دي ما قسنا نرضو مع الملحة ميكان ديروه الى موطاقت طبعا هدي نضيف القليل من سكنجبير اه إلا كان عندكم سكنجبير طري فممكن كذلك تستعملوه عندي هنا كذلك واحد شوية ديال الحميرة او الفلفول احمر مهم الكمية ديالا هي كتطيع حسب العدد ديال الجاج يدنا وهنا عندي الفصوص ديال توم هنا تقريبا عندي واحد ثلاثة ديال فصوص ديال توم اللي حكيتهم بهاذا الطريقة عندي هنا كذلك توابل ديال الدجاج المشوي اللي متواجده عند بائعي مستلزمات الحلويات اللي كتكم بها سوف نضيف سلسة باربيكيو سوف نضيف سلسة باربيكيو سلسة باربيكيو سوف نضيف ملقة صغيرة سوف نضيف ملقة جدا سوف نضيف ملقة لرأس الملقة سوف نضيف الملقة سوف نضيف ملقة مجهده بزاف فاذا اكترناها غادي تجينا مجهده في الدجاج وما غاديش نقدروا ناكله هنا فكن حرارك شرمولة ديالي مهمة لابنت لي عاقدة شي شوية فانا غادي نضيف لها قطرات من الماء ممكن تخلطوها كب ملقة او بيديكم كيف كندير انا مهم هنا غادي ناخد الدجاج ديالي كيف قدت لكم اللي اسبق لي وسقطرتو بهذه الطريقة دي ممكن ديرو كذلك الكوكلي بالنسبة لهذا التسبيل وكنحاول انني اندهن الدجاج ديالي مزيان اه هنا ممكن كذلك تحكي واحد شوية ديال الزتر انا نخلطوه بحلها كيا بدون اعشاب مهم كم قند خلش رمولة ديالي الدجاج ديالي مزيان اه بين جهة ديال الفخاد الوسط وكنحاول انني التلطق الدجاج ديالي باش كيتاب لي مزيان وكيجيني مقاد في الحطه مهم كندهن الدجاج ديالي بحلها كيا وكنخليه يرسح على الاقل ساعتها ومن الافضل هات دجاج يباس ليلة كاملة باش كيتشرب لي هاتيك شرمولة ديالنا او هاتيك تتبيلا وكيجينا ابنين انا من بعد مرتاح لي هات دجاج ديالي غادي ناخد واحد طاوة اللي غادي نفرش لي هكي ورق الاليومنيوم كذلك ورق الطبخ اه بيانسور من ديما ما كنديروش ورق الاليومنيوم ان ديغاك مع دجاج وهنا شلط واحد جوج البصلات كبارين ما تحكوهم شباش ما تلقوش للكم ما بساف موام هكي غير شلطوهو مرقاق وكناحطو ديما دجاج على جيحة ديال الصدر باش كيطيب لنا مزيان دور ديال هاد البصلة شنو اولا بشك يجيب لنا دجاج ديالنا بنين ثانيا فهي غادي تشكل لنا واحد القاعدة او واحد لاباز ديال واحد لاصوس اللي غادي نرافقو بها دجاج ديالنا دور دور ديالي لنزل هادوش لدي اللي بقاس عجزة مكتبع تبعا وغادي نغطي على دجاج ديالي مزيان كيف قضيت لكم من نفس طريقة ممكن ديرها اللي كوكلي وممكن اذا كان كان لديكم دجاج غلد دير واحد اربا ساعة في الكس كاس ولكن اه كان فضلها كايا باش ما كانتتنزلش لنا ديك شرمولة وكاس بقاح فوزت من دجاج ديالنا اضع جاجه لطبخ او الوصف اضع اضع الوصف اضع الوصف اضع الوصف اضع الوصف اضع الوصف نعمل الوصف اضع او الوصف 1 ساعة و 4 قبل ان نحمره قبل ان نحمره و يجب ان يكون اضع اضع المنزل و تحاول ان اضع الجاج الغليد لانه لا يأتي البنين هنا سواء جاجال الطيب لتجاج سوف اخذd زبدة زبدة حيوانية نضيف بكاته لأعطاية الجاج وعطاية الحفاب كي نزيد نعزز المضاق المدخن او المضاق في ماء ديال الجاج ديالي وكذلك زبيدة مع ديك الفلفل الاحمر او التحميرا كي اتنا واحد اللون جد جد رائع للجاج ديالنا وكي يجيب حلق لناه في الزيت اعلاقي وحنا دمناه غير فرفران بطريقة صحية هنا من بعد ما غادي ندهل الجاج ديالي كامل غادي ندخلو الفران اغير واحد الاشرة ديالتقايق بتاكي يخطي ذلك اللون اللي كنكون انا بغاه ومن بعد فانا غادي نجبته فهاد المرحلة هادية غادي نقص عليها لمية وتمانين درجة باش كنعطاه الوقت الكافي انه يتحمر لي وما يتشورش ليه من فوق فهده مهم غير نصائح صغيرة ولكن كانت بقى الفعالي ديالها كبيرة تنجاح الوصفة واحد الملاحظة ماشي غير دجاج هكاية صعيد اللي ممكن ديرو له هالتسبيلة او هالطريقة ممكن كداري كداري كديرو هالفخيضات الجنيوحات مهم لدجاج مقطع فكيبقى لكم طبعا الاختيار هنا كيف قلت لكم كناخد ديك البصيلة ديالي لزيلا هنا واحد الكمية ديال الفتر انا هنا درت الفتر هكاية اللي كيكون تاري شامبينيون ومن بعد غادي نديرهم فوق العافية باش نختم لسوس ديالي دونك اه هنا يا فاندته فوق عافية غادي نخلط هديك البصيلة ديالي مع الشامبينيون وغادي نخليهم حتى يتحمروا لي ويطيبوا ذاك المريقة او ذاك المال يكون في البصيلة ينشف لي اه تماما هنا البصيلة ديالي فهي كتعقد ليالا سوس وامام الطان اه كتعطني واحد القاوام او واحد المضاق زوين لها كيالا سوس ديالي دونك اه هنا اه من بعد ما اه اه ما اقلت يالا سوس عفوا انا ما صورتش معاكم باش ضفت الكريمة فانا هنا ضفت الكريمة ديال الطبخ وضفت شوية ديال العطرية ديال الدجاج اه مهم الكريمة ديال الطبخ كتبقى حسب كل واحد شنو كيستعمل انا كنسة مليا الهولالا صراحة مزيانة كنخلي غير واحد خمسة ديال الطبخ ليا فوق من الغبوطة هذا هو شكل نهائي الدجاج ديالي قدمتها كاي مع خودة مشكلات طريقة ديال الشرمولة ديال الاخضراء فانا اتقسمتها معاكم عدة مرات غادي نخليكم الرابط في اسفل او في صندوق الوصف الوغناء رفقتو بلوبيا خيزو لاتومات سوريزو البتاطا وطبعا لا سوستيال ليدرساف هادو كذليفات صغار كنتمنا اد الوصفة تنال اعجاب ديالكم وتجربوها انا متأكدة اذا جربتوها هديتجبكم بزاف وغاديتو اللي معتمدة عندكم ما تنسوني شمالي لايك ولي كومنتر وكذلك ما تنسوش انكم تبارتاجيو الفيديو مع الاحباب والعائلة ديالكم برتعم الفائدة والى فيديو مقبل ان شاء الله دمتم في رعاية الله